حول هذا الموضوع معنا عبر الساتيلايت من الرياضة المحلل السياسي الدكتور علي لخشيبان بعد التحية دكتور طبعا حبر على ورق بنود اتفاق الرياضة 2013 اتفاق الرياضة التكميلي 2014 باعتقادك لماذا لم تلكزم قطر؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة أنا أعتقد أن قطر لم تكن جادة منذ البداية ولا أعتقد أنها كانت لديها النوايا الحسنة لتراجع عن مشروع تم بنائه منذ عقدين من الزمن وكانت دول الخليجية بكل ما أوتيت من قوة تحاول أن تغير هذه السياسات التي تنتهجها الدوحة وكانت دول الخليج تحاول أن تلعب لعبة دبلوماسية مع قطر في رغبة جادة لعل قطر تغير من سياساتها أو تتراجعها أو تكتشف أنها تسير بالطريقة للخطأ ولكن يبدو أن هذا الصبر فهم من جانب الدوحة بشكل سلبي على أنه عدم جدية في اتخاذ ما يمكن أن يجعل قطر تتراجع عن موقفها ولذلك وجدنا قطر تتمادى وعندما وصلت قطر إلى مرحلة لا يمكن الصبر عليها أعتقد أن دول الخليج اتخذت القرار الصحيح والموقف الصحيح لأن ما سوف تقدمه قطر وما سوف تفعله إذا ما تركت لتستمر في هذا الجانب سيضر بالوطن العربي ويضر بالخليج ويضر بقطر نفسها اليوم أعتقد أن العالم كله وليس دول الخليج وحدها وصلت إلى رأس الأفعى الذي كان سببا رئيسيا في دعم الجماعات الإرهابية وكان سببا رئيسيا في والجماعات الإرهابية وأنا أعتقد من وجهة نظري أنا أعتقد أن قطر اليوم مع هذه المواجهة الحقيقية أعتقد أنها فوجئت بهذا الإصرار وبهذا الحزم وأيضا هي الآن مرتبكة وغير قادرة على فهم آليات التعاطي مع الموضوع أو حتى الخروج من بأقل الخسار ولذلك هي ترفض ولا تبدي أي تعاون لعل يلوح لها بالأفق مخرجا عبر تدخل دولي أو عبر تصعيد دولي أو عبر وسيط قريب أو بعيد ولكن من الواضح أن دول الخليج قد طفح كيلها ووصلت إلى الخط الأحمر ولا تريد أن تتراجع إلا بتراجع قطر عن كل سياساتها ثم ترحيب بها كعضو وأخ وجار وشعب صديق في منظومة دول مجلس التعامل الخليجي نعم قبل أيام تقريبا قامت قطر باستنكار تسريب وثائق تتعلق باتفاقية الرياض والاتفاق التكميلي 2014 لوسائل الألم مع العلم أنها قامت قبل ذلك بتسريب مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب طبعا الثلاثة عشر ما تفسيرك دكتور علي لهذا السلوك السياسي القطري؟ أنا أعتقد أنه يعني هي أخذت بهذا الجانب على أنه يعني هي قطر فوجئت من جدية دول الخليج وأنها لن تتراجع وأن لديها المزيد والمزيد من القضايا التي يمكن أن تكشف ولذلك حاولت هي أن تتهم دول الخليج بأنها تسرب الوثاق والحقيقة أنه يعني هذه وثاق الجميع يعرفها وقع عليها جميع الزعماء الخليج وأيضا فهمت أصلا لأن الاجتماع لم يتم في الخفاء كان الاجتماع الذي عقد في المملكة العربية السعودية سواء الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني كلها كانت على الملاوة واضحة يعني قد لا تكون المعلومات الدقيقة قيلت ولكن كان العالم كله يدرك أن تلك الاجتماعات من أجل إعادة قطر إلى الصف الخليجي ولذلك أنا أعتقد أنه يعني فشل دبلوماسي وفشل إعلامي أن تلجأ قطر إلى القول بأن هذه المعلومات سربت هي لم تسرب هي يعني جاءت في سياقها الطبيعي وفي مقابل معرفة الآخرين وضرورة يعرف العالم كله ماذا قيل لقطر ولماذا لا تلتزم وبماذا هي لا تلتزم لأنها حاولت قدر المستطاع عبر وسائلها الإعلامية أن تضلل العالم بحيث أنه يعني حاولت أن تقول أن ليس هناك ما لدى الخليجيين ما يقولونه وما يلزمون به ولذلك كان لابد من أن اطلع العالم كله وقطر تحديدا على أن السياسة والقيادة القطرية وقعت على مذكرة وقع عليها زعمة الخليج وقياداته ولم يتم الالتزام بها لذلك ما يحدث من مقاطعة هي نتيجة طبيعية لما حدث من نقض للعهد وأعتقد أن هذا أمر طبيعي ومتوقع نعم في حال استمرت قطر في حالة التعنت والمكابرة في عدم الالتزام بالمطالب أو حتى ببنود اتفاق الرياض الدول الأربع قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ما هي الإجراءات الأخرى التي سوف تتبعها دول المجلس بحق قطر لو استمرت الأخيرة أو استمرت قطر في هذا التعنت أولا يجب الإشارة إلى أن على قطر تدرك أن الدول الخليجية المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وحتى الكويت وعمان ومصر وكل العالم المحارب للإرهاب هو أطول نفسا من من يتخذ من نفسه مدافعا عن موقف يخطيه الكثير ليس من المعقول أن يكون هناك كل العالم يخطي هذا السلوك وعلى رأس هذا العالم أكبر دولة في العالم ورئيسها وتقول قطر أن هذا غير دقيق أبدا فلذلك أعتقد أن المؤشرات التي نراها اليوم أن دول الخليج ستذهب إلى مزيدا من الإثبات عبر المسندات وعبر الحقائق لعرضها على دول العالم وعرضها على الإعلام وأعتقد أن إشارات وزراء خارجية دول الخليج ومصر كلها تشير إلى أن هذه الدول تقدم لكل مسؤول ولكل دولة تقدم له الأدلة الدامغة على تورط قطر في كثير من القضايا التي تم اتهامها بها من خلال البنود الثلاثة عشر فلذلك أنا أعتقد أنه قطر أمام سباق طويل وأمام كم هائل من المعلومات التي نتمنى أن تقطع عليها قطر الطريق وتعود إلى رشدها وتغير من سياساتها وهذا هو المطلوب منها فقط وليس تدخلا في سياساتها الداخلية ولذلك نعتقد أن هناك المزيد والمزيد مما سيجعل قطر تحت ضغط محلي ودولي بالنهاية ستستجيب قطر نعم من الرياض المحلل السياسي الدكتور علي الخشيبان شكرا جزيلا لك